اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي للقدرة بالنتيجة الإيجابية التي حققها فارس الفريق الملكي علي السبيعي بحصوله على المركز الأول في سباق فونتين بلو الدولي لمسافة 160 كم في فرنسا وتأهله إلى بطولة العالم 2018 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية كما أعرب سمو عن ارتياحه للنتيجة التي حققتها الفارسة الشيخة نجلاء بن سلمان من صقر الخليفة وحصولها على المركز الرابع في سباق السيدات الدولين لمسافة 120 كم في إطار نفس البطولة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن حصول الفارس علي السبيعي على المركز الأول يؤكد الاستراتيجية الواضحة التي يسير عليها الفريق الملكي للقدرة والهادفة إلى التواجد في مختلف البطولات العالمية الكبرى مشيرا سموه أن تواجد الفارس علي السبيعي في بطولة العالم سيكون إضافة جيدة للفريق الملكي في بطولات العالم الفروسية بالولايات المتحدة هذا وتأهل الفارس البحريني علي السبيعي إلى بطولة العالم بالولايات المتحدة بعد أن حصل على المركز الأول في سباق فونتين بلو بفرنسا لمسافة 160 كم على متن الجواد هاني هام روميو الذي يشرف على تدريبه مدرب فريق الرعود التابع للفريق الملكي البحريني الشيخ دعيج بن سلمان الخليفة ومساعده عبد الرحمن محمد شكرا للمشاهدة